مرحباً... شكراً السلام عليكم ورد الله وبركاته لأتكلم معكم عن فيلم الهند الجديد الشيطان بمكنكم في نهاية الفيلم وإنهاركم في مقابلين أترابكم في نهاية الفيلم للمتابعة من أجهدين فيلم الشيطان هو من بطولة أجدابغان و آر مادهوان معهم جوتيكا وأيضاً في طفلة وطفل وأيضا في بعض الممثلين يطلعون في بعض المراحل سواء كان شرطة أو غيرها الإعلان الرسمي مشتك الفيلم هذا أنت عرضت من الإعلان أن هذا الفيلم هو فيلم نوعا ما فيلم نفسي وأيضا فيلم رعب يمكن يكون وأيضا فيلم يتكلم عن حالة السحر اللي هي السحر الأسود في الإعلان لو شوف بتشوف مارد ما دهون يمتلك هذه البنت ويعمل فيها السحر وهي بنت أج ديفقن ويطلب منها طلبات غريبة أن تأدي وهي تسمع كلامها في الإعلان شوفت هذا الموضوع هذا كله طبعا أنا بدون ما أحرق عليك الأحداث وقل لك شو رح يحصل بعدين أفضل شين تشوفها الفيلم أنت بنفسك وتحكم عليه بنفسك الفيلم أولا هو فيلم مأخوذ من فيلم لغة قجراتية هي لغة أخرى من لغات الهند وهي أيضا هناك في صناعة السينما للأسف ما نشوفها فيلم كثيرة قجراتية تنزل عندنا في الإمارات أو في بعض الدول العربية وشرق الأوسط لكن هو فيلم مشهور نزل العام الماضي بعنوان اسمه فنش فنش هذا الفيلم كان من بطولة أيضا البنت نفسها اللي تأدي دور المسحورة هذا البنت هي قجراتية الأصل وهي يعني أداءها كان قوي جدا في البوستر رسم لو تشوف البوستر هي في الصورة موجودة لكن هي في البوستر رسمي أكثر شيء أج ديفقن وآر مادهبن البنت اسمها جانكي هذا الفيلم هو من كتابة سيناريو كرشنا ديف ياكنيك كرشنا ديف ياكنيك هو كاتب السيناريو الحقيقي والأصلي لهذا الفيلم اللي هو فيلم شيطان الحصار بالهندي فيش فيلم شيطان لو تلاحظون فيه كاتب مكتوب عليه اسمه آمل كيان خان أنا مش عارف يعني شو الفرق إذا كان هو الفيلم كوبي بيست تكتب لي هنا اسم الكاتب واحد ثاني يمكن عشان فقط يترجم أو يعمل سبتايتل للغة القجراتية للغة الهندية أنا حاس هذا الشيء ممكن في بعض المفارقات البسيطة لكن هو الفيلم كاملا ما أخوذ من هذا الفيلم أنا أضل لش يبت اسم الكاتب الرسمي اللي هو الكاتب البجراتي اللي يهلاك الفيلم لأنه صراحة يستحق الإشادة هذا الكاتب عمل فيلم مختلف وعمل فيلم جديد وهذا الشيء اللي أثبت لي أن السينما غير سينما بوليوود عندهم أفكار وعندهم أعمال خارج الصندوق وعندهم كتاب صراحة يستمتعون بلياقة كتابة جميلة جدا وهذا للأسف ما قاعد نحصلها اليومين في بوليوود إلا من بعض الكتاب اللي هم نفس الشيء مخرجين للعمل مثل سنديب فانغا اللي يساوا فيلم أنيمال فأنا أتمنى أن يكون هذا الكتاب موجودين في بوليوود أنا متأكد أنه موجودين لكن للأسف لم يعطى لهم الفرصة للأسف أكثر منتجين يبين يعملون أفلام سريعة ومقلدة لأفلام أخرى من صناعات أخرى في الهند الشطارة أن أجد أبقا هو منتج هذا العمل وهو شاطر جدا يعني يعرف أن هذا الفيلم يمكن ما انتشر بشكل كبير عند الهنود وانتشر كثير عن بعض الدول اللي هي برع الهند اللي تشوف فيلم هندية فقال خلنا عمل ريميك وعمل ريميك قوي وريميك جميل أنا بالنسبة لي لم أشت فيلم ججراتي فاستمتعت مع هذا الفيلم من الأول لقطة إلى آخر لقطة لقطات جميلة وأيضا أنت الشيء ليش أنا قاعد أقول لك كاتب جميل وكاتب رائع جدا لأن أي حدث في هذا الفيلم يحدث ما رح تعرف شو رح يصير بعدها مش من نوعية الأفلام يقول أوكي أحيانا عارب شو رح يصير أحيانا رح يصير هذا لا أنت يكون عندك فضول وتريد تعرف يا أخي شو اللي حصل الآن شو رح يحصل في النهاية ما الأسباب اللي تخلي أرمدهوا يعمل هذا الشيء هذا الفضول كله يمشي معك من البداية النهاية خاصة للناس اللي ما شفت الفيلم الأصلي البجراتي أما اللي شاف الفيلم ممكن نوعا ما يعني بيقول اللي خاصة أنا عارف القموض وعارف الأمور هذي كلها فبس رح يستمتع مع أداء بعض الممثلين في هذا العمل طبعا المخرج لهذا الفيلم هو بيكاز بهل اللي أخرج فيلم كوين كان فيلم جميل وأخرج فيلم سوبر ثيرتي كان فيلم جميل لكن للأسف فيلم قمبت كان من الأفلام السيئة وعنده بعض الأفلام سيئة أيضا نزلت في السلم الهندية لكن هذا الفيلم كونه هو كوبي بيست أنا ما قدر أصفق له تصويق حاد التصويق رح يكون إذا عمل عمل جديد أو عمل مختلف لأن هذا الفيلم مقلد بالنسبة لي أنا عجبني أداء البنت البنت راهعة جدا أقوة ما يمكن تشوف بنت صغيرة هي يعني أوكي هي مراهقة لكن هي جات أمام عمالقة أمثال أجي ديفقن وأر مدهون وأدت دور جميل جدا فهذا الشيء يعني أنا أثني عليه وهي نفس المثلة طبعا أخذت من هذا الفيلم الأداء وكل شيء ورح تجابتها مرة ثانية هنا فهي يعني متمرسة لهذا الدور واختيار جيد أن يكون نفس البنت تمثل هذا الدور عجبني أر مدهون أر مدهون يعني هو أكل الدور أجي ديفقن صراحة من البداية للنهاية بدر أقول لأنه هو يعني جاب شخصية مختلفة عن الشخصيات اللي هو يعملها دائما يعمل الشخصيات الخير والطيب لكن هالمرة دي شخصة الشر كانت لايقة عليه وهو جابها بشكل أنك أنت متشوفها على الشاشة راح تضايق منه ورح تزعل منه فهذا الشيء يعني يثبت لك أنه أداء دور جبيل أجي ديفقن تشعر أنه نفس أجي ديفقن اللي كان في تدريشهم في بعض المراحل لكن يعني هنا بائس أو اليائس وما يقدر يسوي شيء عشان بنته هذا الشيء جيد جداً وهو ممثل صراحة بارع أجي ديفقن في النهاية راح تطلع لبعض اللمحات اللي انت تحب تشوفها في بوليوود المسالة البطل شو راح يسوي هذا الشيء أنا عارفه كان راح يحصل لنا أجي ديفقن لازم يعمل هذا الشيء عشان جمهوره اللي يحبه جوتيكا اللي مثل دور زوجته كانت أيضاً جيدة وداها جميل وما حطوها هامشية جميل أنه خلوها في دور قوي يعني هذا إثبت لي أن القجراتين يمعاملوا هذا الفيلم عطوا كل واحد أنصفوه الدور لدرجة أنه حتى الطفل اللي في هذا الفيلم اللي مثل دور ابن أجي ديفقن كان دور جميل صراحة أنا أعطي هذا الفيلم ثلاث ونصف من خمسة يستحق لو كان فيلم أصلي هندي كان راح أعطي علامة أكبر لكن بس أنا أريد أعطي ثلاث ونصف على السنة أتمنى أنهم يتشجعون ويعملوا أفكار خارج صندوق مرة أخرى وأفكار جديدة هذا كل ما الذي يعني فيلم شيطان إذا اتشفت الفيلم هذا أعطيني رائق وأنا إن شاء الله أرد عليك أول موت شكراً جزيلاً على المشاهدة شيطان فيلم جمعيني ديكيه سينما كهرميت وموجه بهلي فريمسي آخر في رابتك بهوت أكشي لقي بهوت أكشى مزاقة آية موجه كماني قجراتي فيلم ونهي ديكي جيس كنامه فنش قجراتي فيلم جو بنيته بشلسال اس کی جو ایکٹرس ہے جو بچی ہے وہی سیم ایکٹرس یہاں پر اس کو دھرا گیا وہاں پر جو لکھنے والے جو سکرپٹ لکھے تھے وہ فلم کی یہاں کے سکرپٹ رائٹر سے الگ ہے ان کا نام ہے یاکنک جس نے وہ فلم دیریکٹ بھی کی تھی یہاں پر کسی اور کا نام رکھ دیا گیا ہندی فلم میں پتا نہیں کیونکہ شاید اس کا سبٹائٹل یا پھر اس کو جب ہندی میں ریمیک بنایا گیا اس کے جو اتنی بھی جو وارڈز ہے ہندی میں بنا کے اس میں رائٹرن کا نام ان کا رکھ دیا ایسا پتا نہیں مجھے ایسا کیسا لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا تھا انہی ویس فلم کوپی پیسٹ ہے ویکاس بھل نے اس کو ڈائریکٹ کیا اچھی ڈائریکشن ہے لیکن ڈائریکشن اس میں اگر آپ نیا بنائیں گے تو اچھا لگیں گا کوئی بات نہیں پھر بھی یہ ایک اقل مندی کا کام ہے جو دیف گن کا جسے ڈریشن جب انہوں نے بنائی تھی ریمیک تو اچھی بنی یہ بھی اچھی بن رہی ہے اور میرے خیال سے بہت بڑی اچھی بنیں گی اس طور پر آپ سب جانتے ہیں یہاں پر کالا جادو کا جو دکھایا گیا ہے ٹریلر میں آپ کو سب جانکاری ہے کیا ہو رہا ہے آرما دھون وہ کالا جادو کرتے ہیں ایک بچی پہ جو حجر دفگن کی بچی ہے اور اس پہ جب جادو کرتے ہیں ان سے کتنی بھی جو فرمائشی رہتی ہیں ان کے پاس وہ کرتے جاتی ہیں میں اور بتانے چاہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی بتایا تو فلم کا مزہ کرکرا رہے گا آپ کے لئے اور آپ کو فلم میں مزہ نہیں آئے گا تو آپ فلم خود بخود دیکھئے گا اور آپ بتائے گا مجھے آپ کو فلم کیسے لگی مجھے تو بہت اچھی لگی اور فلم کا جو سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ رائٹنگ کا ہے جو یہ سکرپ لکھا ہے سچ میں بہت ہی گولڈن ہانڈ ہے ان کا اپنے ہاتھوں سے اتنی اچھی سکرپ بنانے میں وہ بہت ہی ماہر تھے کیونکہ آپ کو کتنے بھی جتنے بھی جو سین آئیں گے اس فلم کے اندر آپ کو کیوریسٹی ہوئی گی بولیں گے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے تو یہ اچھی بات ہے اس فلم کے لئے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آٹ آف بکس جب کوئی سٹوری بنتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ آپ کو بیچے نہیں رہتی ہے پتا نہیں چلتا کیا ہونے والا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اچھی بات ہے کہ ایک اچھی فلم ایسے نہیں کہا سکے آٹ آف بکس بنائیں گے بات میں مزہ کرکرہ ہو جائیں گے جب کوئی ایسی بات بن جائیں گی جو پچکانا ہو یا پھر ہم دیکھے کچھ اور فلموں میں تو یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں اچھی بات تھی پرفورمس وائز بچی نے جس نے اس میں رول کیا تھا جو گجراتی فلم میں بھی تھی بہت ہی جاندہ رول تھا ان کا مجھے بہت پسند آئے ہو بچی بہت ہی جان ٹورک ہے اس فلم کے اندر کام کیا ہے انہوں نے پھر آتے ہیں مار آر مدھون جو کہ اس فلم میں بہت ہی کمال کر دی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان سے نفرت بھی ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے فلم کے اندر جی جان کے کام کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت سے اپنا رول نبھایا ہے کریکٹرائز جو ہم بولیں گے عجی دیفگن کے بارے میں آپ کو عجی دیفگن یاد آئیں گے دریشم میں وہ ایسی بات ہے لیکن پھر بھی ان کا کام ٹھیک ٹھیک ہے آخری میں وہی بات آئیں گے جو آپ کو مزہ آئیں گے جو عجی دیفگن کے جو لورز ہیں فین سے وہ بولیں گے رہے کیا عجی دیفگن کیا کام کیا جوتی کا نے بھی اچھا کام کیا اور جو چھوٹا بچہ بھی ان کا بھی رول بہت ہی مزیدار ہے اس کا مطلب گجراتی جو لکھے یہ فلم سب کے لیے اچھا رول کا کریکٹر جو تھا سب کا اچھا طریق سے لکھا گیا ہے فلم اچھی ہے 3.5 ہے یہ میرا رویو رہیں گا میرا ریٹ رہیں گے اگر ہندی بلکل ہندی پکا ہندی فلم رہتی تو میں اس کو اور زیادہ ریٹ دیتا لیکن انشاءاللہ اگلی بار جب بولی ووڈ فلم بنائے تو اپنے رائٹرز کو دیکھو کہاں پر ہے ان کو بتاؤ کہ ایسی فلمیں بنائے مختلف اور الگ فلمیں بنائے ایسے نہیں کہ ہر بار میک بناتے جائے کیونکہ آپ کے پاس بھی ہے رائٹرز لیکن آپ ان کو کھوج رہے نہیں ان کو کھوجو اچھے طریقے سے اور بلاؤ تاکہ اچھے فلم بنے بولی ووڈ میں بھی اور زیادہ فلم اچھی ہے آپ دیکھے گا فلم جو بتائے گا کومیٹ میں آپ کو کیسے لگی فلم دیکھنے کے بعد اور میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تب تک لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ